السلام عليكم في هذا الفيديو سنرى أمثلة وطريقة النظام التغذية في مرحلة الدخامة مع مرحلة تنشاف وتهبط الجسم وكما يعرف الجميع التغذية المناسبة فهي مهمة بزاق وضرورية سواء إلا بوتي تبني كتل عضلية في الدخامة بفور مانقية ولم لك تبغي تدير ريجيم أي نظام غذائي باش تنشف الميسكل وتحافظ على الشكل العضالة والعكس إلا كان نظام غذائي غير مناسب للتدريب هذا كي يخليدك الجهد كامل بدون فائدة وما ننسوش الأهمية ديال الراحة خصوصا الراحة النفسية وبنسبة لطريقة ديال كيفاش تحسب الاحتياجات ديال كل جسم من العناصر الغذائية لمهمة وضرورية هدرنا على الطريقة في الفيديو هتلقاه في القناة العنوان دياله طريقة جيف انديرسون باش تحسب الاحتياجات ديالك وهدرنا تمه على الطريقة العادية للواحد ما يحمقش راسه المهم التغذية خاصة تكون نقية بمعنى في الطياب على سبيل المثال إلا شدينا بطاطا 100 جرام سلقناها غدي تعطينا 84 كالوري أي السعرات الحرارية فيها 19 جرام كارب وجوج جرام ديال بروتين وصفر دهنيات ولاش دينا 100 جرام بطاطا وقليناها في الزيت أي بطاطا مقلية فريت غدي تعطينا تقريبا 400 كالوري وكتقتل فيها الفوائد الغدائية وكتعتبر كلها ذهنية غير صحية ونفس الشي تقريبا كيوقع على الباقي التغذية من كتقليها وطيبها في الزيت الرومية بزاف عليها الواحد ما يكترش من الزيت الرومية يحاول تجنبها هي والمقلية بصيفة عامة وتقدر تقلي البيض والصدر ديال الدجاج واللحم بشوية ديال الماء يطلع الماء داق عادي والتغذية اللي فيها الكارب السريع ما تكونش أساسية نهار كامل في التغذية ديالك والسكريات بصيفة عامة عندها وقتها على حسب الهدف ديالك المهم إلا كنت بغيتي تكون عندك نسبة معقولة ولا قليلة من الدهون في الجسم كتبقات كنترولي لماكلة ديالك ومرة مرة فين كتهرس بماكلة ديال الصنقة باش متهلكش لمعدة ديالك وفي نص الوقت كتبقات كنترولي لما تتاكل مع النسبة الدون ديال الجسم كما قلنا وكما قلت في واحد الفيديو ديال التغذية على أهمية ديال توقيت تقسيم أو توزيع الوجبات في النهار كما كتشوفوا على الجذول على سبيل المثال الوجبة اللولة إلا كنت مع السبعونص ديال الصباح الوجبة الثانية مع ذيك العشرونص ولا الحضاش الوجبة الثالثة ما بين الوحدة والوحدة ونص الوجبة الرابعة ما بين الاربعونص ولا الخمسة وإذا كنت من الناس اللي كي يخدموا في التوقيت العادي كتكون هذه هي وجبة ديال قبل الوانترينمو حيث الأغلبية ديالهم كيتريني حتى الستة ولا الستة ونص قول سبعة ونص ولا التمنية كيكون سهلة الحصة دياله وخارج لا الصال هنا إلا كنت من الناس اللي كيستعملوا المكملات كتضرب الشكر ديالك قبل ما تمشي الدين الوجبة الأخيرة ديال مور لانترينمو وكيما كتشوفوا على الجدول الستة ديال الوجبات هذا بالنسبة للشخص اللي عنده النهار طويل أما بالنسبة للشخص اللي عنده النهار قصير فخمسة ديال الوجبات كافية في الضخامة تدير بها فورما دقية والناس اللي كتريني في الصباح كتقاد للوجبات دياله على حسب التوقيت اللي كيكون خاوي واللي مسموح فيه هيكله الوجبة المهم ديما كتقاد لغوبا أي الوجبات ديالك على حسب توقيت الخدمة باش تكون مرتاح لكتاكل الوجبة وكما هو معروف عند الجامع ما بين كل وجبة ساعتين ونص حتى ثلاثة سوية وحتى ثلاثة سوية ونص ماشي مشكي المهم تكون هضمتي الوجبة اللي قبل مزيان وحتى ملكة تبغي التريني خاص تحس ان المعداء خاوية وهضمتي حتي لكليتي ومشيتي الترينيتي والمعداء عامرة باقي ما هضماتش هنا غادي جيك الدوخة وطرد ديك شي اللي كليتي حتي غادي تخربق الجسم ديالك من لي كيكون الدم ومشال المعداء باش تهضم وانتا غادي تبدأ تدير الحركات الجسم ما غايعرفش واش يخلي الدم في المعداء باش يهضم ولا يدير دخل الدم للعضلة لكتريني وهناك يبدو المشاكيل واحد نقطة فلانترينمو قبل ما ندخلوه في البروغرام إلا كنت بغي تبني العضلات بشكل كبير فضروري خاص تضغط على راسك باش توصل أقصى استفادة في الوقت اللي كتكون فيه فلاص صال لكن بلا ما تعطب راسك بمعنى تريني بالشدة وبالعقل وتحس بالعضلة ما تكون كتخدمها اي كترينيها وبما أن التغذية مهمة جدا سواء نبغي تبني العضلات مع الحجم العضالي في الضخامة ولا تنشف وتهبط ضهون ديال الجسم كما قلت في الأول عليها العناصر الغذائية اللي غادي تاكل في الصباح ولا بين الوجابات ولا في الغداء ولا مرحصة تدريب وبالليل كل هذه الوجابات عندها تأثير على النتائج اللي غادي توصل لها وهذا البروغرام ديال النظام التغذية في الضخامة اللي غادي نشوفه على الشاشة فهو ميتال وبالنسبة لكمية ديال الماكلة كتدير على حسب الوزن ديالك على سبيل الميتال إلا كانت شخص كيوزن 65 كيلو وكي يكل الماكلة في الضخامة ديال شخص كيوزن 60 كيلو ولمية كيلو فهذا غادي يزيد الوزن دياله وأغلبية غا تكون دهون عليها في أي برنامج غدائي كتبقى غادي مرحلة بمرحلة وكلما تزاد الوزن 4 كيلو ولخمسة كيلو عاد كتزيد على حسب الوزن الجديد والعكس مني كتكون كتنشف وتهبط لها قريس وفي نفس الوقت كتراقب الجسم ديالك في المراية إلا كانت الدهون كتتزاد بزاف كتحاول تلعب بالكاربويدرات شوية وكما كتشوفه على الشاشة على سبيل الميتال الوجبة الأولى كتكون فيها ما بينجوج بيضات حتى ربعات البيضات ما تفوتهاش إلا كنتي من ناس اللي كي ياكلوا البيض بزاف تقدر تخلي نفس العداد ديال البيض مع الشوفان حتى الوجبة الأخيرة كما كتشوفه على الشاشة هذا اللي كي يكون كي ياكل بزاف وخصوصا اللي كي بغير يضرب البيض بزايد وتقدر تستغنى على الوجبة السادسة إلا قديتي الكمية ديال الماكلة في الواجبات الأخرين حيث كما قلت خمسة ديال اللي غوبة كافية تدير بها فورما في الضخامة وما تنساش أهمية ديال الشرب الماء وبالنسبة اللي كي بغير يستعمل مكملات بزاف كما كتشوفه على الشاشة عندك الواي بروتين زائد الكرياتين زائد الغلوطامين زائد الأحمد الأمينية خصوصا البيسي اي اي زائد مالتي فيتامين بالمهادين ثم فيتامين سي مالتي فيتامين والمهادين هدو في الصباح مع الوجبة اللولة الواي بروتين يقدر يكون في بلاسة الواجبات الخفاف بالواجبات مع الشي مصدر ديال الكارب كما كتشوفه على الشاشة وقبل لانترينمو تكون تخليطة فيها الكرياتين مع الغلوطامين مع البيسي اي اي ومور حصة تدريب الواي بروتين مع الكرياتين والغلوطامين وفيتامين سي مع الوجبة الثانية والوجبة الرابعة كتكون مور لانترينمو مع العلم فيتامين سي حتى هو كي يلعب دور مهم لإستشفاء العضالي اما اللي ما كيبغيش يستعمل مكملات يتبع طريقة ديال هاد الامتيرة البرامج الغدائية اللي غادي نشوفه في هاد الفيديو وده بنجيو المرحلة ديال تنشاف كما هو معروف اللي كتبغي تنشاف الميسكل كتدير مع الانترينمو ديال ميسكيلاسيو تمارين ديال كارديو وكل واحد على حسب فين واصل مستوى اي النيفو دياله على سبيل المثال النسلي كتكون مقادة ديال الماكلة دياله العام كامل وكيديرو كارديو في الضخامة الاغلبية ديالهم تقريبا ما كيحتاجوش الكارديو بزاف المهم احنا هنا غانا هدروع للتغذية اول حاجة قبل ما تبدأ اي نوع ديال النظام الغدائي اللي معروف بالحيمية او الرجيم كتبدا تقعد الماكلة هو الاول وهنا تقدر تاكل بزاف ديال الكيمية على حسب الوزن ديالك لكن ماكلة نقية وفيها الجودة ديال العناصر الغدائية هناك تبدأ تعلم تكونترولي السعرات الحرارية اي لكالوري وبلما توصل للمرحلة يبدأ يجيك الجوع ولا تنقص الماكلة بزاف علاق فلاق والجسم ديالك عواضي حرق الدون يبدأ يبطليك الميسكل وفي نفس الوقت ما توصلش لنقطة ديال الرجيم الصعيب اللي غادي يضر صحتك ولذيك القادية اللي كيديرو شي وحدي زيرو كارب اللي كيوصلوا لواحد المرحلة تقريبا في الاسابيع الاولى ديال الرجيم والقاعدة العامة واللي كيعرفها الجامع هي من اللي كتبغيتها بطلة غريس ديال الجسم لكالوري اي السعرات الحرارية لكتدخل الجسم كتكون قل لكالوري اللي كيحرق الجسم وتكون نقية في هالعناصر الغدائية لكتفيد الجسم وهذا هو الاساس وكما كتشوفوا على الشاشة هذا مثال بروغرام تغذية وكتطبق النظام على حسب الوزن ديالك في البريود ديال التنشاف وكيمية ديال الماكلة كتنقص على حسب الوزن اللي وصلتي ليه والنتائج من حيث نسبة ديال الدون في الجسم على كيخص المراقبة كما قلنا في الاخير ديال كل سيمانة كتشوف مرايا الجسم في نوصل باشي لا كانت شي حاجة قدر تغيرها في النظام الغدائي وكما قلت في واحد فيديو الكيمية ديال الما اللي خاصك تشرب في مرحلة ديال التنشاف كتكون زايدة شوية على المرحلة ديال الدخامة وده بوصلنا النهاية ديال فيديو وموعدونا الفيديو الجي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته